كمشجع زملكاوي أو كمحب للزمالك يعني رأي ما عليك إيه في المشاكل الأخيرة في الزمالك اللي أثرت طبعا على جميع الألعاب يعني وبنشوف إن الزمالك بيخسر تقريبا البطولات كلها في جميع الألعاب كرة يد سلة رأي ما عليك إيه في المشاكل في الزمالك والله أنا يعني مش عايزة تطرق قوي لموضوع الزمالك لأن يعني موقف يمكن يكون حساس شوية من الكلام على نادي الزمالك لكن الحقيقة بأمانة شديدة يعني وجهة نظر الشخصية يعني إنه حينما تتعرض لأي مؤسسة رياضية إلى مشاكل لابد إن المؤسسة دي تعد وتدرس الأسباب الحقيقية لها لا أبحث إطلاقا عن مبررات علشان أطلع بيها إيه أسباب عدم النجاح لكن أهم حاجة في أي مؤسسة رياضية أو غير رياضية حتى وجهة نظري إنه لما تحصل مشكلة ويبقى فيه تداهر في المستوى بشكل أو آخر يبقى على الأقل في حد بيعد يدرس الأسباب 1-2-3-4 أصلحها إزاي وحط خطة لإصلاح الكلام ده وشوف الطريقة اللي أنا اتبعتها سببت المشاكل ديت ومش دايما أرمي أخطائي على الشماعات والناس والمؤامرات والإقلام ده كله لا لازم أكون صادق مع نفسي وأقعد أفكر وأحلل وحط خطة وأشوف الخطة اللي أنا هحطها دي عشان أحل مشاكل هل هي عندي دعم اقتصادي دي يعني هل عندي التكلفة اللي تخليني أقدر أحل المشكلة دي هل عندي الدعم الإعلامي اللي يخليني أقدر أحل المشكلة دي هل عندي الدعم البشري اللي هم الناس اللي هتحل معي المشكلة دي هل المستويات اللي موجودة قادرة على أنها تحل معي المستوي ده والمشكلة دي ولا لأ فأنا أعتقد أن أهم حاجة لحل مشكلة أي نادي هو أولاً الصدق ودراسة أسباب عدم النجاح الأول وبعد محدد الأسباب أبتدي أحط الخطط المحددة اللي حقدر أوصلها في سنة أو في سنتين أو في ثلاث سنين لغاية ما أدر أتجاوز هذه المحنان هل مازال موقف معليك الرفض من الترشح في انتخابات نادي الزمالك مع العلم أن اسم معليك من أولي الأسماء اللي تطرح في الانتخابات لا هو موضوع منتهي بالنسبة لي موضوع أن أنا أتقدم بأوراق ترشيح لمجلس إدارة نادي الزمالك ده مش وارد خالص ما أعتقدش أن أنا هفكر أبداً أن أنا أجيب استمارة وأملى الإسم وأحاول أنزل أعمل دعاية لنفسي يا جماعة أنت تقبوني عشان أبقى رئيس نادي الزمالك لا أعتقد أن هذا الأمر سيتم خالص ومنتهى الأمانة رئاسة نادي الزمالك ده شرف كبير ونادي الزمالك ده مؤسسة رياضية أنا بعشقها وعشت شبابي وطفولتي وجزء كبير قوي من حياتي مهتم بنادي الزمالك وأخبار الزمالك أكتر حاجة ممكن تكون بتهمنيها لكن التقدم بأوراق الترشيح ده ليه أمور تانية كتير قوي وليه دراسات أخرى كثيرة علشان واحد يقبل على أنه يقدم وراء يترشح في انتخابات نادي الزمالك فده نا مش وارد وما زلت عندي رأيي أن أنا مش هتقدم بالترشيح ولو طلب من معاليك يعني لأنه يعني دايماً يعني لما أي زمالكوية بتسئله بأول إسم بيكون معاليك يعني والله يعني ده شرف كبير أولاً ليا لكن وهو طلب فعلاً وأنا جالي في الكذا مرة اللي فات لك فيه منتخابات جالي بعض السادة المحترمين من أعضاء مجلس دارة نادي الزمالك السابقين وبعض الناس قالت لي نكون مجموعة وننزل الانتخابات وكذا لكن أنا شايف يعني يمكن في الوقت الحالي موضوع الانتخابات وبالظروف اللي فيها والسوشال ميديا والأرقام المادية اللي مطلوبة عشان واحد يقدر ينزل الانتخابات ويدع ويعمل دعاية والمجهود لازم تروح لكل الناس في أماكنها يعني الموضوع ده بالنسبة لي مرحلة من حياتي وعدت أنا في مراحل أخرى كنت بنزل الانتخابات في الاتحادات وفي الأندية وكل حاجة بس كنت أصغر من كده بكتير أولاً وكنتش برضو تقلت المنصب بتاع وزارة شباب الرياضة لمدة تزيد عن 6 سنين فأنا شايف دلوقتي الوضع كله يعني ما يستقمش إن أنا أتقدم بأوراق ترشيحية اشتركوا في القناة